تحياتي هناك شبه إجماع بين الناس إنه ريال مدريد هو أعظم نادي في تاريخ كرت القدم الأكثر تتويجاً بدور الأبطال واللي بالسنوات الأخيرة عامل عقدي للناس في البطولات الأوروبية تتقدم عليه قول ولا قولين كأنك عم تخسر وصار اللي يتقدم عليهم بقولين وبطلع متعادل بحس حاله مبسوط وعمل إنجاز وهذا النادي إقلال النوادي اللي في كرت القدم اللي واجهته أكثر من مرة وتفوقت عليه تاريخياً بالمواجهات المباشرة فهناك قائمة أندي بتفتخر بأنها تتفوق على هذا الملكي اللي كان دائماً موجود في التاريخ بتلقانه وجود بالخمسينات وبالستينات على مستوى أوروبا وبطلع بحط لك راسه بالتمانينات وبرجع بالتسعينات وبسيطر بالقرن الأخير اللي احنا عايشينه وفي حلقة اليوم من توب 5 فرح نتكلم عن خمس أندي تتفوق على ريال مدريد تاريخياً ونبدأ ونحكي بفريق اتفوق على ريال مدريد مع أنه واجهه بعصر الهيمن المطلقة تاعد دور الأبطال أو في أو آخره وهذا النادي مش من أوروبا من الأرقوي وهذا النادي هو بينارول واجه ريال مدريد في أربع مباريات ما بين الستين والستة وستين وكانت المواجهات لحساب نفس البطولة انتر كونتيننتل واللي كانت تنعمل ذهاب وإياب وقتها والانتر كونتيننتل كانت عبارة عن الفائز من أمريكا الجنوبية بالليبرتادورس مع الفائز في أوروبا بدور أبطال أوروبا فعشان هيك السنين اللي واجه فيها ريال مدريد هي سنين تتويجه بدور الأبطال ستين وستة وستين سنة الستين اتمنى لو ما واجه ريال مدريد لأنه خسر خمسة واحد ثم تعادل في ملعبه لكن بالستة وستين عدل الحسابات وأصبح يتفوق بالمواجهات التاريخية على ريال مدريد لأنه هزمه بالذهب وبالقياب وهزمه فعليا بنفس النتيجة اثنين مقابل الأشياء واثنين مقابل الأشياء ولا العلم سبب هزيمة ريال مدريد هذه لاعب اسمه ألبرتو سبينسر وهو لاعب من موليد الإكوادور ومثل الإكوادور والأريقوي في المنتخبات ومسيرته بزمنه كان فيها أرقام تهديفية مرعبة ونتكلم عن لاعب بالستينات مسجل 450 هدف خلال مسيرته ولما تم استبعاده من قائمة الفيفا لأفضل 100 لاعب في التاريخ على قيد الحياة كان في حملة إعلامية في أمريكا الجنوبية غاضبة جدا إنه أنتوا عنصريين أنتوا بتشيلوا اللاعبين اللي ما بيجيبوا فلوس فمشان هيك شلتوا سبينسر لأنه بالتأكيد بالنسبة للي عاصروا شايفينه ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ طيب يا عوات جايب لي نادي بالستينات وتقول لي يتفوق على ريال مدريد في التاريخ جيب لي إيش جديد إذا بتقدر بسيطة ونادي سهل سيسكا موسكو النادي لما يسمعوا المدريدين أنهم مقوا معاه في دور المجموعات بيحسوا حالهم مفايزين طبعا نعرف الآن الآن دي الروسية مستبعدة من البطرات الأوروبية لكن سيسكا موسكو قبل الاستبعاد كان عم بحقق نتائج إيجابية مع ريال مدريد وواجه ريال مدريد في العصر الحديث المرة الأولى بـ 2011-2012 والمرة الثانية بـ 2018-2019 في المرة الأولى مثل بينارول أموره ما كانت تمام بلش بتعادل ثم هزموا ريال مدريد أربعة واحد بس في المرة الثانية اللي جاءت في موسم 18-19 أموره كانت أفضل بكثير هزم ريال مدريد مرتين مع مدربين مختلفين مرة سولاري ومرة لوبوتيجي طبعا الآن المدريد اللي بيحضر بيقول الحمد لله الأندية هاي المتفوقها تاريخيا ما فيش إلها ولا مشجع في منطقتنا ولا ما في حدا طبعا منطقيا مشجع بينارول العربي يعني ليش لكن فيه أندية أخرى عندها تاريخ وعندها ألقاب جديدة وعندها دوري أبطال أوروبا هذه الأندية بتتفوق ريال مدريد في التاريخ والمواجهات التاريخية واحد منها تشلسين لعب تسع مباريات مع ريال مدريد فاز عليه أربعة وخسر ثلاث بدأت القصة في بطولة نهائي أوروبا لأبطال الكأس سبعين واحد وسبعين ووقتها توجد تشلسي بالنقب بعد ما فاز بالقياب بهدفين مقابل هدف ثم في السوبر الأوروبي هزم أيضا ريال مدريد بهدف جوستافو بويت وبعد سلسلة من تبادل النتائج منذكر أنه توماس دوخل قدر يحقق نتيجتين إيجابيات أمام ريال مدريد بالانتصار وبالمجمل قدر تشلسي يصير عنده أربع انتصارات مقابل ثلاثة لريال مدريد وفي نادي رابع هذا النادي بفترة من الفترات كان عم بنافس ريال مدريد ببدأ حجز مكانته كنادي تاريخي لكن طبعا نعرف ظروف كرة القدم متحولة للاحترافه والبرتغال ما مشت صح فعشان هيك ريال مدريد بتعدي كثير عنهم نتكلم عن بنفكة بنفكة لآخر مرة لعب مع ريال مدريد رسميا بالخمس وستين يتفوق عليهم أيضا تواجهوا بالواحد ستين اثنين وستين في دور الأبطال وفازوا على ريال مدريد خمس وثلاث وفي دور الأبطال أربع وستين خمس وستين اتواجهوا ذهابوا إياب هذه المرة فاز بنفكة في لقاء الذهاب بنتيجة مرعبة خمس واحد وخسر الإياب اثنين واحد كل تلك الأندي اللي ذكرناها تبدو بعيدة عن المشهد الآن تشلسي لسه بابن حاله خلص بنفكة وبنارولوسيسكا موسكو لو الآن يلعب مع ريال مدريد بصف حساباتهم معاه لكن في نادي خامس تقريبا بآخر تلت سنين هو الفريق اللي بتشعر أنه جاهز دائما يزعج ريال مدريد ويواجهه وحتى لما ريال مدريد يطلعوا من بطولة بتشعر أنه الريال نفد نفدان منه عرفتوا عن مين بحكي؟ عن مانشستر سيتي اللي لما نتذكر أنه ركلات الترجيح لا تعتبر انتصار بل تعادل بطلع متفوق على ريال مدريد بالمواجهات المباشرة 4-3 من أصل 12 مباراة أول أربع مواجهات بين مانشستر سيتي وريال مدريد مان سيتي معرفة فوز خسر مرتين ودعادل مرتين لكن الستي بعد ذلك قدر يحقق ثلاث انتصارات متتالية ثم أضاف عليها الانتصار الأشهر الأربع سفر خلال طريق النادي للثلاثية التاريخية في حين ريال مدريد فاز مرة واحدة خلال هذه الفترة اللي هي بأهداف فم حاجة الشهيرة اللي كان بطلها رودريغو والشهات بينهم كانت تعادل آخر هاللي صار السنة الماضية لما شفنا التعادل في الذهاب والإياب والنهاية للركلات الترجيحية فمانشستر سيتي أيضا من الاندي المهمة في كرة القدم اللي بتتفوق تاريخيا على ريال مدريد وربما من حسن حظه انه ما تواجه مع ريال مدريد رسميا إلا في العصر الجديد بعد ملكية أبو ظبيل النادي وتحويله من نادي مسكين إلى نادي مسكين اللي بيواجه نحصلهم إلى نهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وتيك توك وسناب شات وبتقدر تروحوا تشوفوا كل حلقات توب 5 التاريخية نزلناها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر